السلام عليكم. دي ثلاثة حلقة لنا في سلسلة تعلم من البداية. النهاردة ان شاء الله حنبتدي نتكلم عن البرامترز. حنشوف ازاي البرامترز بتأثر على الصورة اللي بتطلع معنا. عندنا حكتين النهاردة حنتكلم عليهم وعندنا كمان دي بساطة بتقولي انا ممكن اطلع اكتر من صورة من نفس البرامت. عندي هنا مثال شايني. بعدين بافتح هنا بقول بقفل بعدين بقول ابل ونودن في الحالة دي انا بقول له انا عايز اطلع صورتين. الصورة الابل فيها لونها احمر والصورة التانية لونها اخضر. يبقى بيطلع لي بالمنظر ده. تعال كده نشوف ازاي هنطبق الكلام ده على دي سكورب. هاجي هنا اقول له واخد البرامت بتاعتي. وحقول له شايني ابل هنا اخد باله ان انا عايز اعمل بيقول لي دلوقتي انت متأكد عايز تعمل هقول له اه. هنا لما دست على بيقول لي دلوقتي انت عندك حاطى الله اول واحدة فيها ريد ابل وتانية فيها جرين ابل. هقول له ماشي انا موافق. ابتدى يطلع لي هنا ريد ابل وهنا جرين ابل. هنا طلعت الصورة اللي هي ريد ابل وهنا جرين ابل. طيب بس تفيد ايه لما اعمل برومبت يبقى انا استفدت ايه? بدلا ما اكتب واكتب له البرامت الاولانية وبعدulate اقول له البرامت التانية بكتبهم في نفس البرامت في نفس يبقى انا كده وفرت ان انا بكتب اكتر من مرة دي اعتد فيني كتير ان انا عايز اجرب مثلا البرامتر اللي لسه هنشوفها دلوقتي عايز اجرب اكتر من في نفس الوقت او اكتر من في الحالة دي بكتبهم مرة واحدة بس مش بكتبهم اكتر من مرة. تعالوا بقى نتعرف على الموجودة دي مش كل بس دي الحاجات الاسائية اللي احنا ممكن نشتغل عليها دلوقتي. عشان اعرف له انا بقوله دلوقتي دابل داش اي ار اسبكت ريشيو وبعدين ان. الان دي يعني ايه ودي يعني ايه? يعني الان دي ممكن تكون وان وان. يعني بتكون الصورة لكن انا ممكن اكتب الان اي رقم. بس الرقم طبعا يكون رقم صحيح. تعال نشوف كده. انا احاول له بعدين وعايز اقول له عشان كده كل الصور بتطلع لي لكن انا ممكن اقول له كمان ان انا عايز اطلعها ستاشر لتسعة. يبقى في الحالة دي هتجرب معي. يبقى وانت وان كاما ستاشر تسعة. اقول له انتر. هنا بيقولي خلي بالك انت هتطلع صورتين. الصورة الاولانية هتكون وان وان والتانية هتكون سكسين ناين. هقول له ماشي انا موافق. هنا بيجينريت الصورة اللي هي وان وان اللي هي الديفولت المفروض. ودي الصورة التانية. هتلاحز ان الاسبكت ريشيو مختلفة هنا. دي اول صورة. زي ما احنا شايفين كل صورة فيها السكوير. الصورة التانية. حتى الاسبكت ريشيو فيها ستاشر لتسعة. والنسبة دي او الاسبكت ريشيو دي بتفيدني لما يكون عايزة احط مثلا لباور بوينت سلايد. طيب تعالى نشوف تاني برامتر عندنا. الكايوس. الكايوس معناها ايه? معناها تشتت. يعني انا عايز الاربع صور قريبين من بعض ولا مختلفين عن بعض تماما. بتاعها من زيرو لغاية مية وديفولت زيرو. تعالى كده نرجع ونشوف نجربها ازاي. نفس البرومت دي هجرب. هقوله دلوقتي. نفس البرومت. بيوتفول جاردن هقوله دابل داش سي. بعدين هجرب اكتر من حاجة هقوله زيرو. وخمسين ومية. هنا انا عايز اطلع كام واحدة? عايز اطلع تلات صور. تلات صور اهم. انا هنا ثبت الاسبكت ريشو اللي هي ديفورت اللي هي وان وان. وبتي اطلع الكايوس. هنا بيكتب لي هنا انا كتبت ايه? وهنا بيقول لي الاوتبوت اللي انا هطلعه ايه دلوقتي? هنا خمسين. هنا زيرو. هطلعه زي انا ان الالوان قريبة من بعض. في شجر في ورد. مشي. دي لما كانت الكايس بزيرو. طبعا مختلفين اه لكن برضو مش قوي. لكن لو تيجي هنا خمسين. لا هتلاقي فيه فرق جامد. هتلاقي فيه كل صورة مختلفة عن التانية. تماما. لو جيت عند المية. هلاقي نسبة الاختلاف هتكون اكتر بكتير. يعني بص كده. هنا نسبة الاختلاف بين الاربع صور مختلفة تماما ملهاش دعوة وبعض خالص. والالوان مختلفة تماما. دي كانت الكايوس. بعد كده نتكلم عن الكواليتي بتاعتها لكن هي ممكن تبتدي من وان هتكون اعلى وبعد كده هي ده اخر تحديس من آآ ويب سايت. قبل كده كان ممكن نكتب لكن هو دلوقتي بقى اعلى حاجة. تعال كده نرجع ونشوف كده اكتب الكواليتي ازاي. الكواليتي طبعا لما تكون بتكلفك اعلى من اعلى من اعلى من اعلى من اعلى نجرب الكواليتي. اقلو هنا دابل داش كيو. تجرب. طب جاب لي هنا لما الكواليتي الكواليتي كويسة. بس دي المفروض اقل لكواليتي موجود. ساعة ايطلع في ميلز جوه الصور فانا ممكن ايكسكلو دي كلام له عن طريق برامتر حنشوف دلوقتي اسمه نو. دي الكواليتي لما كانت ودي الكواليتي لما بقت وطبعا واضح ان الكواليتي هنا اعلى. تعال نجيب صورتين جنب بعض كده ونشوف. هنكبر واحدة من دول ولا تكون الصورة دي مسلا رقم اربعة. ونكبر من هنا رقم. اربعة برضو. وتعال هنحطوهم جنب بعض. حامل سيب الصورة عندي هنا. حامل سيب الصورة الاولانية. واجي اعمل سيب الصورة التانية. واقارنهم ببعض دلوقتي. دولوا الصورتين عشان اقارنهم ببعض. دي بوينت وفايف الكواليتي ودي كواليتي بوان. اه يبدو الاول واهلة ان الصورتين بتاعتهم او الجودة حلوة. لكن انا ممكن اكبر كده. الصورة دي. يعني حلاقي التفاصيل هنا ممكن تكون اكتر من هنا. حعلل شوية هنا وعلل شوية هنا برضو. لا هنا في تفاصيل واضحة عن الصورة هنا. وبالتالي الكواليتي دي اعلى من الكواليتي دي. عندي بعد كده ستايلايز. ستايلايز معناها ايه؟ المتجين يدخلوا صور لفنانين. تمام؟ فانت كل ما تقول برامت بيحاول يحط الفن اللي هو تعلمه. لو قلت له تعيب زيرو يبقى ما تحط ليش اي نوع من انواع الفن الجمالي في الصورة. طبق الي انا بلهولك من غير نحية جمالية. لو قلت له بالف يعني دخلي نحية الجمالية باكبر قدر. تعال كده نجرب. انا احاول له مجن. حاله برضو استرابيري. دابل داش اس زيرو الف. ممكن اقول له مية ميتين تبطو مية ربعمية وهكذا. دي لما كانت بزيرو. ودي لما كانت بالف. نحطهم جنب بعض برضو. دي لما كانت الاس بزيرو. ودي الاس بالف. وضحت فعلا الناحية الجمالية هنا. اجمل بكتير من هنا. خصوصا السورة الرابعة دي. لو كبرناها شوية. في الناحية الجمالية اكتر بكتير. كل البرامترز دي هتبان اكتر كل ما تجرب. وحتشوف الفرق بين كل والتانية لكل برامتر. عندي بعد كده. لو جيت هنا اقول له. سترابري. دابل داش طائر. ودي بتديني باترن. دي مالهاش باليو. هنا دابرة عن باترن. الباترن ده بيتكرر. طب باين نزان هو باترن مش حيبان هنا. حيبان لما يجربوا في سايت. حاجة هنا واقول له تست. طايل امجز. حعمل سيف لاي باترن منهم. حكبر اول واحدة مسلا. حعمل لها سيف. حسميها طايل. دوت بيان جي. حاجة هنا اخد الصورة دراج دروب. ده بيين لان هو باترن. ده طبعا مفيد لما بعمل ديزاين تيشيرت زين مسلا. وعايز يكون فيه باترن. فبعمله بالمنزر ده. عندي الفرجن وهنا بقول له انا عايز اشتغل على اني فرجن. طبعا اخر فرجن عندنا لكن انت ممكن تقول له عايز اشتغل على فور تري وكزا. البرامتر اخر واحدة اللي هو دابل داش نو. بعمل يعني بقول له انا فيه معينة انا مش عايزها. تعال نقول له مثلا. انا طلع لي شكل الاهرامات. فيه هنا شمس. وهنا يعني شكل قريب من الامر. تعال كده اقول له. بقدر الامكان بيحاول ان هو يشيل الشمس من الصورة. جاب لي هنا اربع صور. مفهوم شي شكل الشمس. هنا الشمس مش موجودة لكن هو زود لي الجيميل. عايز اشيل الجيميل. هقول له دلوقتي. نفس البرامت. نو صن. انيمالز. عشان اكسي كلود اي نوع من الانواع في الانيمالز. ولما باشيل اكتر من حاجة بقول له كومة الحاجة التانية. هنا جاب لي يمكن دي اوضح صورة ما فيهاش لشمس ولا جيميل. هنا جاب لي ناس موجودين في الصورة. هنا الف من عنده شكل اهرامات. وهنا نفس الكلام. وكبرت هنا. هتلاقي ما فيه الشمس. وكمان ما فيش جيميل. لكن فيه ناس. مش عايز ناس اقول له انه بيبول وها كزا. دي اوضح صورة لا فيه شمس ولا فيه جيميل ولا فيه ناس كمان. يبقى كده النهاردة اتعرفنا على البرامترز. وقبل البرامترز اتعرفنا على ارجو ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة. ياريت تقولولي رأيكم في الكومنتز. عايزكم تشاركوا معي. تكتبوا رأيكم ايه الحاجات اللي انتو عايزين تعرفوها وتتعلموها كمان. لو اعجبك الفيديو ياريت لايك وسبسكرايب وشير. اعمل شير لاصحابك عشان يستفيدوا كمان من اي محتوى جيد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.